ترأس محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلة اجتماعا موسعا للوقوف على مشروع أبراج الكهرباء 132 كيلو فولت بوادي حضرموت وناقش الاجتماع دراسة أسباب المعويقات وسبل الدفع باستكمال المشروع البالغ طوله 27 كيلو متر الواصل من محطة خرير ببترو مسيلة إلى محطة جريو بمدرية سيئون والبالغ نسبة الانجاز فيه 45% واستعرض اللقاء دراسة السبو للكفيلة بالتسريع باستئناف العمل بالمشروع الذي من شأنه أن يسهم في تحسين نقل الطاقة من محطة التوليد الغازية ببترو مسيلة إلى وادي حضرموت وتقليل المفقود وساعات الانطفاء وتتبعها مراحل أخرى بالربط من خرير إلى محطة بدرة بوادي العين وحورة والمرحلة الثالثة من خرير إلى منطقة الغرف بمدرية تريم وأقرى الاجتماع تشكيل لجنة من مكلاء المحافظة المختصين ومؤسسة كهرباء الوادي لدراسة أسباب المعوقات ووضع الحلول العاجلة لاستئناف العمل بالمشروع أوجه المحافظ بسرعة تجاوز الأسباب المعوقة لاستكمال المشروع الذي يلامس المواطنين في وادي حضرموت مؤكدا أنه يمثل نواة التوسع القادم لأي زيادة للطاقة خلال المرحلة القادمة إلى جانب أهميته في تقليل المفقود وتحسين الخدمة ترجمة نانسي قنقر